احنا هو داخلين على عيد الأضحى بإذن الله سبحانه وتعالى وكل سنة وانتوا طيبين وربنا يا رب عيده عليكم بالخير واليمن والبركة ويرجع أهلنا اللي مسافرين علشان بيعملوا فريضة الحج يرجعوننا بألف صحة وسلامة كلهم دون استثناء واحد هتلاقي طول الوقت الدولة قاعدة شغالة على قدم وساق عشان تهدي الموضوع معك حتى لحم الأضاحي الدولة قاعدة شغالة عشان تنزل أسعار بتاعتها عن طريق وزارة الزراعة وطريق وزارة التموين وكله بمناسبة عيد الأضحى علشان بس حضرتك لما تيجي تقدم الضحية أو إذا حضرتك اشتريت لحمة أو إذا حضرتك وجبت عليك إنك تستلم لحمة من لحوم الأضحية وده حقك والواجب اللي علينا بالشرع وبالدين وبالإنسانية طيب اللحمة دي نتعامل معها إزاي على كل المستويات بقى اللي قادر يضحي واللي بياخد من لحم الأضاحي واللي بيشتري نتعامل معها إزاي دكتور نبيل بكير أستاذ الأمراض المعدية وعميد كلية الطب البطري بجمع الضمنهور يفتنى في ذلك أهلا بيك يا دكتور وكل سنة وكل مصر طيب أهلا سلام سيوسف كل سنة حبابك بخير طبعا مصر كلها بخير وإن شاء الله يتعدل عيد علينا بالخير بإذن الله اللهم نتعامل إزاي مع اللحومة فندم والله طبعا أولا أعز أشكر حضرتك إنها دايما بتصير الموضوعات المهمة والموضوعات اللي لا العفو فندم حبابك لست أتكلم عن كمهورية جديدة وحي المفروض حتى إحنا سلوبنا وسلوبنا ستعامل مع أي حاجة زي ما أحبابك بتقول فخامة رئيس دايما يقول لسه لسه فدايما تطلعاته كبيرة جدا وأحلامه كبيرة جدا وهو عايز الشعب برضو يحلم معاك دايما الشعب عايز تطور من نفسه عايز زيما حاجات كديدة حاجات تختلف عن حاجات الصادقة وحاجات في التطور حاجات فيها مدنية حاجات فيها تقدم حاجات فاروكية في التعامل مع الناس وهكذا عشان كده حضرتك وهو أنا بشكر سيادتك إن موضوع الأضاحي دايما بيعتبر حضرتك الغذاء هو اللذة رقم واحد عشان كده حضرتك ما يتكلموا عن اللحوم تعالى حضرتك بعد الثلاث حاجات قبل الزفح أثناء الزفح ثم بعد كده بعد الزفح هي قبل الزفح الناس كلها هتسأل موضوع الزفح اللي ما جاءتعامل وتعامل مع الناس بتكلم بقى عامة الشعب عامة الناس اختار الزفحية تختار الزفحية بحدث بسيطة جدا إن أنا ألاقي الحيوان اللي قدامي ده هوت سوعة بحية سوعة أبكار جموس عجول الأغنام ماعز تكون حيوية بتاعته كويسة النشاط والحيوان عنده حاجة قبعية ما فهوش مثلا عزيز مساءت بسموه الفحص الظاهري فحص الظاهري ده حدثك أي حد ممكن يعمله من الشرطة طبيب بطر متخصص إن أنا أبص على الحيوان هل الحين ده هوت فيه ريالة مستمرة الحين ده هوت فيه إفرازات أنفية مستمرة الحين ده هوت هل فيه دموع هل فيه مثلا مشكلة في عين من العيون تمام الحين ده هوت لما مشيه هل فيه عرق الحين ده هوت خملان مش قادر يقف الحين ده هوت فيه أي أمراض جلدية الشعر أو الصوب بتاعه في نسبة للأغنام فيه مشكلة في الصوف هل فيه عراض أمراض موجودة على الجلد بتاعه منبره سواء جرب أو قوب أو غيره هل الحين ده هوت هزلان ولا صحيته كويسة كل الحاجات ده أنا بقولها ديه يعرف عمي النار مش مش شرط طيب بطري في موضوع الفحص الظاهري ثم بعد كده حضرتك نخلص الفحص الظاهري ده هندخل بعد كده مرحلة وخليني بس في بداة أن أنا أشيد بالقرار الجريش الجميل اللي خده النهاردة معالي اللواء محافظة الكهرة نغلص العقوبة على الناس اللي بيتباحوا في الشوارع ويرموا بالمتادلات اللي مخلل للدبح برو السلخين ديه كلام مش مزموط خالص هنقوله احنا في جمهورية جريدة جمهورية جريدة كلنا لازم نحافظة على البيئة تمام البيئة منفحش أنها استمتع بدحمة بنقول اللي لزة رقم واحد وفي نفس الوقت وضحيت وخدت صواب ووزحت على الناس وفي نفس الوقت نرامل حاجات دي في الشارع أنا اخترت دلوقتي حاضرتك الوضحية من خلال الفحص الظاهر والوضحية سليمة بعد كده المفروض ان انا اتباحها في المجازر المجازر اللي عام لها الدولة تمام فيها طباب يطيرين على المستوى يبدأ يتبح ويبدأ يكشف وها كذا هنقول الموضوع بالبصارب حقيقي وزاراتها انتطاع فأمر بما استطاع وانا بشكر حداك دام بتكلم بتقول الحلول العملية يجي عربية بصور الناس تحت البيت واحد عاجوز واحد مشاهدة تحرق حردتي تصور تحت البيت واحد والله العظيم بيحصل اه تمام دام انا مع حساتك وانا شايف المواطن مصري وشايف كل كلام الستك بتقول دي موجود بالفعل تمام فعشان كده حضرتك ان انا المفروض الناس هتاتبح تمام فالمفروض الناس تلتزم بقى بالكلام اللي احنا هنقول اولا اتباحوا في داخل البيوت او اتباحوا في المجمعات اللي عام لها بعد المحظات اللي موجود فيها طباب باتاريين بيكشفوا على اللحوم دات بالمجان للمواطن تمام وانا خاصة كاعميد كل الطبو بيتر برضو بابداء اواجه كل الطلبة الخارجين بتوع بتوع السنة دي لسا مخلصين امتحانات انهم يبدأ معامل تطوع يوم الايه تكشفوا على الوضحية بتاعتهم بتاعت اجرانهم واكذا ثم الناس حضرتك لما ييجي بعد كده يكشفوا على الوضحية ده هي تأكد الناس سليمة كامل خلال بعد الفحص الظاهري بعد الدفح بعد الدفح اللي لسا في الشديد الناس بتتبح ومعرفش بتتبه مستعجلة مستعجلة ليه معرفش انا مفروض حضرتك بعد الدفح ان انا نسيب الحيوان يحصل له ادماء كامل ادماء كامل من خلال حاني رفص بسيط داخل قدعي رفص الحيوان كراتي يعني معناها بيطلح كل الدم اللي موجود داخل الدبيحة للخارج تمام واني نفسي برضو اطموضوع الدفح ده هو نفسي نفسي وامنيتي زي كمهورية جديدة وكلام الستك الجميل اللي بتقوله ان احنا نختفى بقى ان عجور تنطلق في الشارع وتجري وتروع المواطنين واللي مش عارف الدباحة اللي شايدينها على لودر وكلام حقيقي لا كلام لا حضاري لا يليك الجمهورية المصر العربية ولا يليك الجمهورية جديدة خلينا بعد اذنكم نشوف الفيديهات داك للدول الاخرى اما مصر لا لو لا بحجم مصر ما ينفحش البافات حاجات اللي تتتعامل بسرعة عشوائية كده او واحد ما عندش خالف فيه اول مرة يمسك حيوان في حياته وخيك من منظر حاني يجي يمسك عجل ويتباحه وكان من دا لأ موضوع صعب اذا لازم من موضوع يكون في مختص بعد ما يتبح التباح دا حضرتك المفروض ان هو يسيقها يحصل لها ادماء كامل ما بداش في استعجال ثم بعد كده يعمل عملية الايه استرخ اللي هو فصل ايه فصل الجلد بعد ما يفسل الجلد يجي معلق الحيان دا هو زي بسموها السبية دا حياته هو في البيت يجيب سبية او يعلاها مثلا في الاوضاء اللي بيتباح فيها هو المكان اللي بيتباح في الداخل وليس بالشارع في الداخل عشان هي طريقين ينضف مية يمسح لو هو صراميك او بلاط او غيره اما في الشارع يتباح حاجة طرابية فالدم بيتبا فيها يجمع دبان هو حاجات كده مش ايه مش كويسة بعد حضرتك ما يسلخ الدم الدهوت المفروض يعلق ما يسلخ الجلد يعلق الدميحة اللي حاجة اسمها التشمع البيتش الوسط الاسيديك يبدأ يعمل تشمع في اللحمة يبدأ يخلي حتى يقضي على بعض الميكروبات للتغيير الوسط من قلوي او الحمدي او تغيير في الوسط من المتعادل للقلوي او الحمدي يبدأ يوقف نشاط بعض الميكروبات او يموت بعض الميكروبات بعد ما علق الدميحة ويسيبها للشمع ابدع بعد كده عملية تحطيع عملية تحطيع للأسف الشديد الناس يتجيوا يقضي اللحمة ونورة الجزار مباشرة وتبدأ تخزن حضرتك في التلاجة في الفريزر دي كده مش مظهوم بعد زم حضرتكم اللحمة دهيت بعد ما اضطحها لازم اوجه عليها مروحة لفترة تبريد بصمار مروحات تبريد ثم بعد كده نقلها للتلاجة من تحت مروحات تبريد تاني تمام ثم بعد كده حضرتك ابدأ يحطها في التلاجة اول صف يسيبه لما يجمد مش حاجة يحطه يحط الصف الثاني والثالث والرابع بعد كده اكتشف اللحم منبرح حصل لها تجميد لكن من الداخل فيها نسبة مية هي بدأت المقربات تشغل عليها بدأ يحصل فيه تعافف من الداخل في اللحوم والكلمة اللي ستة كلها عجبتنا جدا واحد بضحي بعد ما خلاص بوزع اللحمة فيه ناس بتستقبل الأضاحة يعني الناس ما ضحاش ولكن هو محتاج وجاكل اللحمة برضو ما يأكد معنا في كامل اللحمة فقط يأخد اللحمة ده تحطها في مرحلة تبريد قبل التجميد تمام لازم يحطها في التلاجة من تحت الأول تبرد اللحمة ثم بعد كده إليها في الفريزر يحط أول طبقة ويسيبها لما تجمد يبدأ يحط تاني طبقة ويسيبها لما تجمد وتالت طبقة واحدة كذا تمام اللحوم ده حاضطة ما فيش مشكلة خالص تمتد ممكن لتسع شهور لعشر شهور وبعد ماس يقول لناها تجوز ممكن تمتد لسنة ده الموجودة في التخزين الصحيح في التلاجة بعض ناس لناسك الشديد برضو ويعملها عادة سيئة جدا يبدأها باقي يحط اللحمة لكاكميات دخل الفريزر وبعد كده يطلح يسيبها تزيح ويقف تعملها الجزء اللي هو حي حيستعمله النهاردة ورجحها تاني آه غلط آه المفروض هو من البداية يقسمها في كياس على قد في التمال بتاع الأسرة تمام يفسدين كل مرة يجي يطلع الكسم التلاجة مباشرة يستعمله وليس يسيح يسيح دي معناها حضرتك إن كل صارة بتاعة اللحوم يبدأ يأكل شوية فايدر وشوية حاجات كده ما ننهاش أي أي قليم أيوة طبعا بينزل بروتين كله بتاعها الميا اللي احنا بنشوف هدي الناس متصورة آيه تمام أنها كده نزل طب أنا عندي سؤال أخير يا دكتور دلوقتي مثلا فلان الفلاني هو اللي بيضحي أو علان العلاني هو اللي ربنا كرمه وخد من لحمة الضحية لو هو عاوز يأكل منها دلوقتي يقدر ولا يستنى لا هو يفضل برضو حدا كان يسيبها لما تشمع تمام يعني يطلع اللاكتك أسد وبعد كده حضرتك يبدأ بعد كده يمكن يستعملها هو يحس بقى طبعا بيبقى اللحمة طعمها أجمل وأحسن بدل ما يخدها دلسة وهي ما حصلش عملية التشميع يبقى برضو اللحمة مهزلة كده ومش موضوطة ومهم جدا حضرتك حتى مع بعد الدك لو أطباء البيتارين موجودين المتطوعين اللي شغالين أو المجمعات الحكومية وبدأ يخشفه عن اللحمة اللحمة دات لو فعي مشكلة مرضية بعد الدك حضرتهم مفروض إعدام كل أو إعدام جزء أو إعدام بعض الحاجات مثلا نتباحهم لو الكبت عبارة عمفام حاجة صنال فشيولة ديت محاجة من طفول كده موجود في الكبت ده مفروض لو هو بسيط من الدول نظفه تمام بيبقى حتى الطفول مش باهم بصورة كأنه قراب ده كأنه دمه متحرك يبدأ ينظفه ويستعمل الكبت عادل لو الموضوع بسيط لو الموضوع فعي العامل تليم في الكبتة بصورة كبيرة جدا ممكن يعدمه أو أي أمراض تانية وكشف عن اعتبار مصطوعين أو ده ما قلت لحضرتك الخير الجيل ان احنا نبدأوا هننوها هننزلهم من المنشورات انهم يبدأوا مصطوعين كل واحد حتى يغطي قريته تمام شيء رائع شيء رائع يا دكتور نورتنا وشرفتنا في حاجة فعلتنا حاجة بقى حاجة في الموضوع فضل يا فان بعد انكم يخلصوا بالدبايح أرجوكم أرجوكم موضوع الجلود الجلود وبقى الدبايح كل يترمى في الشارع تلمش من النهاية خالص طبعا مشكلة بعد مفرحة العيد الجميلة والناس فيه انبهاج وفيه مرأة نبوز المكان الناس كلها أنا عاش أبوصة لقي المكان كله عبارة عن بقى جلود مرمية أو بقى رجول مرمية أو دم موجود في الشارع أو رمى عليه الدبان وعن ملوزة البيئة أو رمى في المصطرع والمصارف خاصة في الأرياف وغيره تمام فالكلام ده كله طبعا كلام مش مضبوط وحقيق كل المحافظين بلا استثناء يمكن معالي الوزير المحافظ خد قرار جريب وتمنى كل المحافظين يغضوا نفس يحزوا حزوه في نفس الموضوع ده هوت ان تغريض العقوبة عن ناس اتباعه في الشارع ولوصل بيئة بعد بعيد تمام لكن في محافظين كتير حقيق عاملين التجمعات بتاعت التابح ده هيت موجودة بالفعل وعن طريق مديرات الطب البطري وبخالي بيديه بقى طبق متطوعين الموضوع كلك بأربع خمس ساعات فترة الصبح ويبدأ يكشفه على العضاح ما زمان كان اللي مش عاوز الجلد كان بيتبرع بليه الإسعاف تمام يتبرع بيه بس حدك هو لمش هتبرع بيه حاجة مهمة جدا برض لهو عايز يشيره يستعمله بعد التابح ومباشرات حدك يوديه يدبغ يحط عليه ملف ايوة وبعد كده يشيره بقى غيرت ما ينشف ما يسيبوش كده في الشارع ولا يرميه في الشارع ولا يرميه في الشارع ولا يرمي الحاجات اللي هم مش هستخدمها في الاكل في الشارع كده مش مضبط نهائي صحيح نفسنا حضرتك وانا اعتمنى حضرتك برض وستركض عن نقطة دي كتير كتا وزيتها المواطنين ان مش بلقوش الموضوع اللي بيحصل بعد العيد ان الشارع بتعيثنا بعد كلها تقلبت عن مقومة من التلوص وخصوصا هلست طالعين والدولة المضطية الحمد لله نجحت في مقومة كورونا نجح الدنيا كلها شهدت مش عاوزين نلوس الدنيا ولا نعمل مظهر غير حضاري ولا روائح غير جيدة ولا كمان تفشي لأمراض وحاجات سيئة جدا انا بشكرك يا دكتور نبيل كل الشكر دكتور نبيل بكير استاذ الأمراض المعدية وعميد كلية الطب البطري بجامعة ده منهور الف 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 شكرة دكتور